في خطوة تسابقوا الانتخابات المقبلة للمجلس البلدي والتي لم يحدد موعدها بعد تقدم الأعضاء المعينون في المجلس من قبل الحكومة باستقالاتهم من عضوية المجلس البلدية اليوم وهم علي الموسى أحمد الفضالة مشعل جويسري ومحمد المعجل أسامي الاعتابي ومنصور الخرينج وقال عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري أن الاستقالة هي خطوة تمت بالتنسيق مع الحكومة لتعطيل ناقات المجلس مضيفا إن ذلك قد يؤدي إلى تعطيل الانتخابات أيضا وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه وللمزيد ينضم إلينا هنا في الستوديو عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندرين رحب فيك أساد يعني بلا شك أنها استقالة تستبق انتخابات المجلس البلدي هل تم إبلاغكم بموعدها؟ طبعا بس نوضح هذا الأمر كان هناك حديث كثير وكان هناك مخاض قبل تقدم الزملاء بالاستقالة حول هل ستجرى الانتخابات في موعدها بعد عشرين عشرة القانون الذي أعطى في المادة 29 أن تجرى الانتخابات لا تتجاوز المدة خلال ستين يوم ولكن كان هناك حديث حول الجداول الانتخابية ما أثير في الأمن الأخيرة وتحصينها والمناطق التي أثيرت عما تم إدخالها بالجداول الانتخابية من عدمها اليوم الواقع فرض نفسه ليكون هناك مخرج جميل للحكومة وهو باستقالة الزملاء الستة المعينين من المجلس البلدي والقانون أعطاهم لمدة شهر فقط أن يتم البد في الاستقالة من عدمها وفي حالة عدم البد يعتبر المستقيل تسري أو يسارية مفعولة استقالته لمرور وفق المادة أربعة لمرور شهر كامل من تقديمها دون الرجوع فيها نعم يعني إلى الآن لم يتم تحديد موعد الانتخابات القادمة برأيك ليش؟ أخشان لا يكون هناك تحديد في الأفق القريب للانتخابات المجلس البلدي القادم وذلك لعدة أمور منها عدم رغبة الحكومة بأن يكون هناك مجلس بلدي وفق القانون الحالي تذمر الكثير من الأعضاء الحاليين أو كذلك المواطنين بنعطى القانون 33 على 2016 صلاحيات مطلغة لوزير البلدية بأن يتخذ ما يشاء من قرارات دون الرجوع إلى المجلس البلدي خاصة بعد مضي 100 يوم عمل من ورود الملف إلى المجلس البلدي وهناك نية يبدو أن هناك تنسيق بين اللجنة التشريعية في المجلس الأمة وكذلك الحكومة حول تعديل القانون البلدية أن يكون هناك أفضل هذه كلها التعديلات والطرح الذي يتم التسابق إليه هو في حقيقة يؤكد على أن تكون هناك قد يكون لجنة موقعة مكلفة للقيام بأعمال المجلس البلدي وقد يطول أعمالها في الأيام السابق سيد عبد الله تقييمك للمجلس المنتهي مدته كثير الله خيرهم خاصة يعني الأعضاء كلهم وكذلك الأعضاء المعينين اللي قاموا به من جهد ويكفي سعيهم الحثيث على إيجاد أراضي للمواطنين للسكن وكذلك وتخصيصه وتخصيصه كثير من المرافق لهم خاصة في المجلس هذا لم يسبق في المجال السابق أن قام بما قاموا فيه خاصة المجلسين السابقين أنشئوا ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية قاموا بإقرارها لأول مرة بتاريخ الكويت نعم يعني إستاذ عبد الله يعني أبرز ما تركتموه للمجلس المرتقب من أبرز أو من أبرز القضائح هناك طبعا قرارات أو ملفات ساخنة تحتاج إلى خاصة تطوير المنطقة الجنوبية والمخطط الآن اللي يتم اعداده مخطط الكويت الجديد يتم اعداده بموجب القانون الذي يجب أن يصدر من قبل مجلس الأمة كل هذه ملفات ساخنة قد تجعل هناك مسائلة للحكومة في الأيام القادمة نعم عضو المجلس البلدي المحامي عبد الله الكندري شكرا جزيلا لك شكرا